استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم في قصر الشاطئ فخامة فوريغ ناسين بي رئيس جمهورية توغو الصديقة ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بزيارة فخامة رئيس توغو الذي يقدم تعازيه ومؤساته إلى سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة مغفور له الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رحمه الله مشيدا بدور الفقيد في مسيرة التنمية الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات كما هنأ فخامة فوريغ ناسين بي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان بتوليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة متمنيا لسموه التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من التطور والتنمية في مختلف المجالات وعبر عن تطلع بلاده إلى توسيع قاعدة المصالح المشتركة مع دولة الإمارات من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان عن شكره لرئيس توغو لما أبدأه من مشاعر طيبة نتجاه دولة الإمارات وأشعبها وأتمنى له مغفور صحة والسعادة ولبلاده التقدم والازدهار وأبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة وفرص التعاون خاصة في البجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والتي تخدم عملية التنمية في البلدين كما تبادل وجهة النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد الانهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون الانهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن انهيان بن مبارك الانهيان وزير الدولة